أنا عايز أبعط رسالة وتحية للطفلة الجميلة دي ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها لأهلها لأن طريقتها ومخارج حرفها جميلة جدا زي العسل كده ربنا يبارك يا رب فيها ويحفظها لأهلها لكن قبل ما نروح بقى بالمراس الفريق البرازيلي اللي هنواجهه احنا ما كنا السعوداء الحظ بأننا نشوف ردود الأفعال على الفوز على منترية والفوز على منترية من وجهة نظره دايما بقول أن ده أهم فصل في رواية الأهلي بمن حضر فكان نتيجة سلبية مبارحة لمنتخب مصر فبالتالي ما استعرضناش ردود الأفعال المهم جدا أننا نستعرضها خاصة لما يكون مع ناس بتنتمي لأندية أخرى وتشوف فكرة الأهلي بمن حضر حقيقة بجد زي ما كنا بنقول ولا زي ما كان البعض بيشكك في فكرة الأهلي بمن حضر ولما نتكلم عن إعلامي زمال كاوي لازم نروح للأستاذ عمر قديم نشوف الفيديو ونرجع نعك جمهور النادي الأهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخية يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه روح الفانيلا الحامرة فتحس كده أن انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحامرة خلاص هم مشاكلهم كده روح الفانيلا الحامرة بعد كده نحتولنا حاجة اسمها العاضية ممكن هو العاضية ممكن هو كده الأهلي بيعمل كده هي العاضية ممكن عندك منع لا مفيش طب ما احنا جبنا جونش كده لا 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 هي العاضية ممكن بتاع دعافش خلاص هو العالي كده العاضية ممكن نهاردة الأهلي في دولة الامارات الشقيقة في بطولة العالم للأندية نحتولنا حتة حلوة ملفوفة لفة هداية قال لك ايه يا باشا تقولوا نعم يا فاندم اي خدمة الأهلي بمن حضر ايه الأهلي بمن حضر خلاص مش عايزين بقى دوشة خلاص نحتنالكوا الأهلي بمن حضر فيبع الأهلي دايما عنده الشعارات التاريخية فعلا النهاردة الأهلي بيلعب من غير ستين في المية من قواته الضربة وييجي محمد هاني يشمع كرة في الجد ويرح بسلرة كده وده واحد من أعظم الفرق في العالم اهو واحد يلعب ومونتريد ده واحد من أعظم الفرق في العالم الأهلي بمن حضر فيه لعيبة النهاردة في الأهلي انا ما عرفهاش والله ما عرفها سامين لا احنا عايزين نحت أكبر من كده عايزين نحتاية كمان بكرة إن شاء الله ونأكد على فكرة الأهلي لا يعرف المستحيل الأهلي بمن حضر ما كانتش فقط لغير في كأس عام الأمارات ده تاريخ كبير جدا تاريخ له وقائع وله مباريات وخدنا كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي ولكن عايزين بقى كمان الأهلي لا يعرف المستحيل الأستاذ عمرة دي بيطلع يكلمنا عليها إن شاء الله بعد الفوز على بالمراس ونصعد للمبرأة النهاية إن شاء الله لكن بس في معلومة دقيقة أستاذ عمرة هم من 60 في المال غايبين 14 لعب غايبين منهم 8 أستدين يعني أكتر من 75 في المية من القوة الضربة بالفعل كانوا غايبين ولكن لأن النادي الأهلي لا يقف على أي لعب ولما نقول النادي الأهلي ما بيقفش على لعب بنكون منصفين ومحقين كان فيه رجال 11 رجل في الملعب قدروا يحققوا الفوز على منتريه ويصعدوا لمواجهة بالمراس